تبون في بكين مواش دار دارو قال لك توثيق تعاون السياسي والأمني هذا اللي يعني الانجاز الكبير تعتبون وقعوا حزمة كبيرة تعتفاقية ومذكرة تفاهم وانقضاعوا منها تبون كبير يقبلوا رح يزيد فيها خمس سنين يقول لك أن البلدين أكدوا عزمهم على تطوير التعاون والتشاور في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية أول مرة هذه تخرج أول مرة إلى جهن تعمق شراكة اقتصادية لأن شراكة اقتصادية كما قلنا نظر الصين هي الشركة الأول الجزائر وكما لعادة تبون يوجه دعوة للرئيس اللي رح عنده رح البورتكاق الور واحد البورتكاق الور واحد حتى يجيب بالسافة واليوم يعني كان بلاغ مشترك الرقم المفروض بلاغ مشترك يخرج في نهاية الزيارة هذا اليوم نثام الزيارة وكأنه مرة ما يحاوجوا في تبون أنا ما نحن فهم كيف يخلق بها المشترك وما زالها المهم الشيء الذي نخرجه لنا هو أنه يتكلموا على التعاون السياسي والأمني والدفاعي لأول مرة داروا حزمة اتفاقيات ومذكرة التفاهم توقيع على مذكرة التفاهم بين أكاديميا الصينية الحكومة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية توقيع على مذكرة التفاهم لتعزيز تنمية الحضارية المستدامة يحن المهم هذه الاتفاقيات الاتفاقيات الشيء الذي يريد أن يتبعون هو مجموعة البريكس السين وما تقول له كما بروتينة السين ما شيء تدجين معنك لا أقصر الله يقول لك يدخل لا ما هو شو ولا لا لذلك السين قالك يدعمك لك الجانب الصيني أبلغ الجانب الجزائري أبلغ الجانب الصيني بالخطوات التي قام بها لطلب انضمام الجزائري لمجموعة البريكس والدوافع التي تكمن وراء هذا المساعدة السيما التحويات الجوهرية التي يعرفون الاقتصاد الجزائري وتطلعاته لمواكبة التطورات الرهنة التي يشهدونها الاقتصاد العالمي يعني حماية رأنا على التطورات نعمل التطورات وحبين نكونوا عند العلاقات اقتصادية نقويها مع الروس ومع الصين ومع إيران ومع المقويش مع الغرب انه الغرب العالم الديموقراطي عاد ينظر للجزائر نظر يشبه هذا النظام مستبد هذا نظام فاشي هذا نظام ديكتاتوري الغرب ما يقدرش يتعامل معه ما يقدرش تعمل معه البريكس يحوس على البريكس ويدخل مامفيتا شانغاي وهذه يسمي عرف باللي البريكس ما تدخلوش بس كان لنا أصحاب لا تدخلوه لرك صاحبي عندك في المكتوب الله يباك ماذا ما عندك ما عندك والو ما عندك الاقتصاد الدولي ما كعضو في المنظمة الدولية للتجارة لانه ما عندك حتى شي تجربية ما عندك سياسة اقتصادية تنوّر اقتصادي عندك بتردخ ومن نظرة بهم لي قد تسمي اقتصاد ومش اقتصاد حسنا ملاحظا لي للصين ولا الروس ولا أفريقة الجنوبية ولا حتى هو واحد قادر يعاونك بانه الاقتصاد ممش بالكثب ستقل يندي سبعة ملاير دولار لا ورح ندير الثاثين ها ثلاثة عشرين سبعة خمسة تجرب مع الناس نسمع كال ساتيستيك اوفيسيال كال ساتيستيك ماذا تحف بلا زيارة تأتبون من المفروض انتهت اليوم ولكن هو سيزدريح فيها تعالي اخرين للثالة حلاثة القادة سيخون ربي قدر خل بلادنا ونجو الموضوع اخر اللي يهم من جزائر والصحراء اي هذه لنا دائرين عليها حيحاية هنا بقنا نجو لها نتكلم عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة